عسكر بيحكمنا همهم الأول المناصب بتاعته الفلوس السمسرة بتاعته وشعرهم إن الجيش لا يسأل عن ما يفعل ليه الجيش لا يسأل لنا طول ما الناس وقفة تتفرج وطول ما الناس حتى الجيش في وضع قدسي لا مبرر له خالص على الإطلاق ما هو أنت تديني مبرر على احترامك للجيش المصري ما هو المبرر أنا بسأل هل دخل الجيش المصري معركة وانتصر فيها في الثلاثين سنة الأخيرة في الاربعين سنة الأخيرة دخل معارك وانتصر فيها أيوة إيه بقى دخل كل معارك مع المصريين وانتصر فيها لأنه مع أسلاح أنا بسأل هل الجيش المصري دخل معركة بتاع السد النعضة وانتصر فيها ما حصلش هل دخل معركة للدفاع عن تيرانو السنفير ما حصلش هل دخل معركة للدفاع عن حدودنا في البعض وتعصت لم يحدث من اربعين سنة ما هي المعركة اللي دخلها الجيش المصري وانتصر فيها انا بسأل مجرد سؤال لو هو عمل كده ودخل وانتصر حطوه في اي وضع كدسي اخر معركة انتصر فيها الجيش المصري انتصار عظيم هي معركة اكتوبر وتحيل كل ابطال اكتوبر والجنود اكتوبر بس سمعتوا كلهم والجيش ده تغير باش ده الجيش مضت فيها السلام بقى جيش تاني خالص مش هقدر بقى انا احط الجيش في وضع كدسي هو لا يستحقه يا جماعة بطلوا تقدسوا الهيئات ونقدس وزارة العدل بقى نروح نقدس وزارة التنمية لنا الادارة المحلية نروح نقدس وزارة الصحة مش معقول طول الوقت من اتنين وخمسين بيقدسوا الجيش في وضع غريب جدا اندخل ستة وخمسين وتهزم ده انا مش هقول لك تمانية واربعين ستة وخمسين وتهزم سبعة وستين وتهزم معالك الاستنزاف كلها خبط وضرب فينا هي معالك تكتوبر بس فقط لغير ومع ذلك في ناس مصرة تضع الجيش في موضع الهية بلا اي مبرر الجيش مؤسسة مفروض وطنية تسأل وتحاسب زي اها زي وزارة الصحة زي وزارة التعليم العالي زي وزارة التنمية المحلية زي اي وزارة زي الثقافة زي اي وزارة تسأل الجيوش في العالم كلها بتسأل بتتحاسب إلا جيش مصر جيش له وضع قدسي وكأنه جيش محمد جيش المسيح أو جيش موسى ودي مش حقيقة وبالتالي الجيش عامين ننفخ فيه ونحطه في صورة قدسية وهو بالاخر تحول إلى جيش بيبيع الجنبري بيبيع الخضر في الشوارع وبيتسول وبيصمصر أو على رأي الشاعر احنا بقى بالنسباله ايه؟ لا شيء احنا بالنسباله صيد احنا بالنسباله عدو متوقع الجيش المصري لا يتوقع العداء لا من إسرائيل ولا من سوريا ولا من ليبيا ولا من أحدتها لكنه يتوقع الشر من الشعب المصري الكاميرا مشى بالبطيء جنب الصينية بتودع الوقفين في الكدف وبتطلع وصحاب محمد لسه بيحوتوا الأمل بالتوب زي ما يحوتوا قدر الشهيد المحتمل على الأرض افتح وصيته وقرأ ايه مكتوب الكاميرا تايرة على الميدان من فوق والصوت بيرن الوحده في سما المنظر اني رأيت اليوم الصورة من برة وقلت الحسين لسه هيموت كمان مرة اني رأيت اليوم فيما يرى الثائر ان الحسين ملموم فوق جسده عساكر بيدغدغوه بالشوم وان البشر واقفة تبكي بدل ما تحوش وان العلم مصر بالسنكي والخرطوش اني رأيت اليوم اتدم على القايش وان الحسين الحسين مات ومهما تقتل عايش اشتركوا في القناة